لو انت من الناس اللي لسه متعرفش يعني ايه الوزن النسبي وايه هدف الوزن النسبي يعني ايه كلمة الوزن النسبي اللي قامت بيها وزارة التربية والتعليم فانا محمود رضوان من قناة اجيال اندلس يلا نشوف الكلام ده مع بعض طيب الوزن النسبي اللي قامت بيه وزارة التربية والتعليم واللي حصل ضجة كبيرة جدا جدا بسبب كلمة الوزن النسبي والأغلب الناس لحد دلوقتي مش هعارف يعني ايه الوزن النزبي فالنهار ده مع بعض هنعرف الوزن النزبي وهنعرف برضو الصورة اللي قامت بيها وزارة التربية والتعليم اللي بتوضح درجة الطالب من حيثه الأعمدة اللي هو العمود اللي بيتكون من اللون الأزرق سم اللون الأخدر سم اللون الأصفر سم اللون الرمض هنشرح كل ده بالتفصيل وتعرف درجتك انت كه في أول سنوي أو في تاني سنوي والنظام ده بإن شاء الله يعني السنة القدمة هيبدأ يتطبق على سنوية عامة اعتباراً إن شاء الله من السنة القدمة فهنا عايزين نعرف يعني ايه الوزن النزبي اللي أغلب الناس مش فاهمة برضو لحد دلوقتي يعني ايه كلمة الوزن النزبي ده طيب الوزن النزبي يعني الدرجة الطالب مثلاً هتكون موحدة في النهاية العظمة تمام؟ أو الدرجة العظمة بتاعت الطالب هتكون موحدة والدرجة كذلك الصغر هتكون موحدة في كل المواد هتكون الدرجة موحدة بعد كده هتكون بنحول الدرجات بتاعت الطالب العادية اللي احنا يعني كنا شغالين بيها الأيام السابقة وهنحولها الوزن النزبي طيب إزاي؟ يعني هناخد مثال بسيطة على مادة الكيميا وبعد كده نتطرق إلى نتيجة بأكملة نشرحها أو نحول النتيجة بتاعت أي طالب الوزن النزبي فاحنا نبدأ بمثال كده صغير على مثلاً مادة الكيميا يعني إيه الوزن النزبي ده؟ الوزن النزبي أنت دلوقتي درجة الطالب بتاعت امتحان الكيميا هنضروبها في عدد حصص الكيميا بعد كده هتتجسم على عدد حصص جميع المواد يعني درجة الطالب في عدد الحصص للمادة اللي هو هيأملها وزن نزبي على عدد الحصص بالنسبة لعدد الحصص كلها فهي كلمة بالنسبة جاءت كلمة بالنسبة من خلال الوزن النزبي يعني مثلاً طالب جايب في عدد الكيميا تسعين تسعين من كام من مية ما نقولنا المية دي هتكون موحدة مثلاً درجة عظمة في كل المواد فاحنا دلوقتي هو جايب تسعين من مية وعدد حصص الكيميا في الأسبوع كان واخد حصتين وعدد حصص المواد كلها بالنسبة للكيميا كان عدد حصص المواد ستة وتلاتين حص فانت هتضرب تسعين في عدد حصص الكيميا يعني هو جايب تسعين في الكيميا في عدد حصص الكيميا اللي هم تنين يبقى تسعين في تنين على عدد كل الحصص الموجودة في المواد الدراسية في الأسبوع ستة وتلاتين حصة مثلاً فانت هتضرب تسعين في تنين على ستة وتلاتين هتديك كم؟ هتديك خمسة الخامسة دي بتاعتي هي خامسة في مادة الكيميا بالنسبة لجميع المواد بس كده يعني دي شرح احنا جلنا نظر كده وهناخد ونتطرق الى الشاشة وهنعرف ايه هو بالتفصيل الشرح بالنسبة نحول نتيجة كاملة لوزن نزمي فهو الخامسة دي يعني هو جاب 5% في مادة الكيميا بالنسبة لجميع المواد المقررة عليه طيب خلينا ندخل على نتيجة باكمله ونعرف يعني ايه الوزن النسبي ونحول نتيجة الدرجات الطالب الى وزن نسبي بطريقة تاني خلينا نشوف مع بعض طيب وعلى سبيل المثال ان دي شهادة طالب مثلا وحصل على الدرجات دي في المواد المختلف اللي احنا شايفينا دلوقت انت عندك درجة عظمى ثم درجة الطالب ثم الوزن النسب اللي احنا بنحكي عليه طيب هو الطالب جاب مثلا في اللغة العربية 40 من 50 وفي اللغة الانجليزية 30 من اه من اه 40 وفي اللغة الفرنسية وجايب 25 من 30 وإلى ما نهاية لحد ايه الاحياء طيب احنا مطلوب مننا الوزن النسبي اللي هي طلعت به وزارة التربية والتعليم واللي طلع به الدكتور طارق شاوي وجال ان الوزن النسبي ده هو اللي هيتأهل لدخول الجامعات او تنسيك الجامعات فانت الوزن النسبي دي درجاتك اللي كنت بتجيبها في الايام اللي عدت طيب هتحولها الوزن النسبي ازاي؟ تعال نشوف ازاي نحولها الوزن النسبي على سبيل المثال الطالب ده كنت جايب 40 اه من 50 في اللغة العربية فاحنا هنقول هي 40% على 50 هطلع ايه معاك؟ هطلع معاك 80% تمام؟ 40% على 50 هطلع معاك 80% 80% دي هي الوزن النسبي بجا يبقى كده 80% هي الوزن النسبي وجبناه عن طريق ضربنا 40% على 50% فاطلع لنا الوزن النسبي لللغة العربية بتاعت الطالب ده هي 80% كذلك في كل اللغات او في كل المواد هنعمل كده وهيطلع لنا نفس السيستم ده وهيطلع لنا لما احنا نضرب كل رقم في رقم ونمشي نفس الخطوات دي فهيطلع لنا النسبة او الوزن النسبي لكل مادة معينة وعملنا الخطوات دي على كل مادة شايفين طلع 75% بعد كده طلع 83% وثلاثة من عشرة بعد كده ياتفي اللغة والرياضة 100% والتاريخ 90% وكذلك في كل المواد وهنا طلع 60% وهنا 100% و95% فده الوزن النسبي لكل مادة طيب كده الشرح اللي شفناه على الشاشة هو شرح مبسط للوزن النسبي اللي كان معظم الناس مش فاهم يعني ايه الوزن النسبي هي درجاتك زي ما هي بس هتتحول الوزن النسبي لان الوزن النسبي ده اللي احنا شفناه مع بعض هو اللي يقاهلك لدخول الجامعة لان معظم دول العالم ماشي على النظام او سيستم الوزن النسبي ده لاني فغل 97% كلية الطب و95% كلية الهندسة خلاص هينتهي عب عن طريق الوزن النسبي من 80% فاحنا هنضرب الدرجات بالمعضلة البسيطة اللي احنا عملناها مع بعض فده لأيهلك ده دخول الجامعة بشكل تاني وبشكل مختلف واللي هتطبق على سنوية عامة لان هو حاليا مطبق على قولة سنوي ومطبق على تانية سنوي طب ايه نظام الصورة اللي احنا شايفينها مع بعض دي ايه نظامها باجا اعرف ازاي الدرجات تعال نتطرك للشاشة برضو مع بعض ونشوف كيف اه نفهم الصورة دي وايه الشريط الازرج والشريط الاخدر والشريط الاصفر والكلام ده خلينا نشوف مع بعض على الشاشة طيب باختصار شديد كده النقطة السودة دي تعني ان نتيجة الطالب يعني النقطة السودة دي لو تحطت على اي لون من الالوان دي يبقى دي نتيجتك وهنعرف بالتفصيل كل لون وكل علامة موجودة في الصورة اللي قدام حضراتكم طيب المسلسين دولة اللي اقصد بعض باللون الاسود دولة دي معناها المتوسط على المستوى الجمهورية وهنعرف برضو بالتفصيل طيب اللون الازرق ده معناه ان الطالب حقك مستوى عالي من الاداء معنى ذلك يعني حصل على امتياز يعني كده النقطة السودة دي لو في الشريط الازرق او موجودة في الشريط الازرق يبقى كده نتيجة الطالب امتياز طيب لو النقطة السودة دي في الشريط الاخضر ده معناه ان الطالب مستوى حقك مستوى مناسب مثلا او متوسط يعني نقول عليها مثلا جيد جدا طيب لو النقطة السودة دي في الشريط الاصفر يعني كده ان الطالب محتاج الى شوية تحسين وان درجته مش كويسة ان نتأهله لدخول السنوية العام طيب لو النقطة السودة دي على الشريط الرصاص اللي هو اللي تحت خالص ده اللي شبه الرمادي كده الطالب محتاج الى تحسن كبير جدا 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 خالص عشان يحقق مستوى مطلوب ومستوى احسن من كده وطبعا لو الطالب مدخلش الامتحان الالكتروني ده فهنا هيظهر الشريط كله باللون الرمادي زي ما حضراتكم شايفين طيب يعني المسلسين دولة لو النقطة السودة دي فوق المسلسين دولة يبقى انت مستوىك اعلى من المتوسط في الجمهورية طيب لو النقطة السودة تحت المسلسين اللوكسات بعض يبقى مستوىك اقل من المتوسط على مستوى الجمهورية واخر حاجة نكون عارفين يعني العلامتين السودة دولة مهمين جدا اللوكسات بعض دولة تمام يعني دي لو تحت النقطة السودة يبقى اقل من المتوسط العام في الجمهورية كلها طيب لو فوق النقطة السودة يبقى برضو المستوى الطالب اعلى من المستوى المطلوب في الجمهورية كلها وكده نبقى وصلنا الى نهاية الفيديو فيارب نكون عارفني يعني ايه الوزن النسبه يعني ايه درجات الطالب اللي احنا مكناش فاهمين انا محمود رضوان لو عايز تعرف عني اكتر هسيب لك رابط القناة بتاعتي اسفل فيديو او في الديسكريبشن ممكن تدخل تشوف ايه اللي انا بيقدمه عن السنوية العامة تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل احلى لايك ونشوفكم في فيديو جديد الى اللقاء ونشوفكم فيديو جديد الى اللقاء شكرا